اشتركوا في القناة نظن انه عم تسعر فئة الاسواق بالوقت الحالي كنا عم نحكي في شهية المخاطرة ترتفع وحتى تأثيرها او دعمها للدهب منه عم يبدو انه هو اللاعب الرئيسي بتحركات اسعار الدهب بالوقت الحالي فان كنا عم نحكي طبعا ليش نتوقع الابتعاد كمان عن يمكن الملاذ الامر بهذا الوقت طبعا اسعار النفط في حال كنا عم نشوف اي تطورات بتأثر ان كان على الصناعة ان كان على الانتاج او على سلسلة التوريد اوكي هون ممكن كنا عم نشوف تأثير التوترات الجيوسياسية هي the new normal الواقع الجديد اللي الكل اخذه بعان الاعتبار واظن حيا الارتداد بالاسعار لازم نذكر عنا لاعبين كبيرين جدا في سوق النفط بيرجعوا بيقدروا يعبوا السوق ومشان هيك قد يكون فرصة للبيع طول ما انه ما في عنا تقديس الانتاج هلا الدهب اظن انه هو ما لازم امن في التوترات الجيوسياسية ولكن ما نعم نسعر هيدا شي مخاوف بتراجع الاقتصاد ما عم نشوف تراجع في الاقتصاد مع البيانات الاخيرة مخاوفنا التضخم عم نتفرجينا لولايات المتحدة انه التضخم عم يتراجع فمشان هيك ما عم نشوف الدهب عم يمكن يستمر بارتفاعات نعم عم واضحة صورة وحالحة خلينا انه عرج شوية على الدولار يحبط اوك دون مستوى المقاومة النفسي دون مئة نقطة انعكاس ذلك ايضا على بيانات الاعين تتجع على بيانات التوظيف خلال هذا السبوع اظن هي راح يكون اللاعب الرئيسي مثل ما كنت عام قللك جيرون باول كان عم يحكي نحن ما بين خوفين خوف التضخم وخوف سوق العمل مع تراجع التضخم مع البيانات اللي ظهرت يوم الجمعة بتهمني كتير كانت لان هي تضخم الاستهلاك اللي هي اهم من السي بي آي مثلا تضخم الاسعار نحن بالمستويات قريبة جدا من المستهدف الاثنين بالمية فمخاوف التضخم لتراجع اكتر واكتر اسعار النفط المتراجعة بشكل كتير كبير هالخطر عم بيقل اكتر واكتر فلا اظن انه رح يكون في اي سبب لا يستمر كمان ها سياسة المتشددة بشكل كتير كبير من الفيدرالي هذا الامر اللي عم يضغط على الدولار بيقى الوقت الحالي ممتاز فرنسا ندم اذا الى فرنسا والمانيا وايضا فرنسا والمانيا واسبانيا بالنسبة لبيانات التضخم الايجابية برأيك ما هو السيناريو المتوقع بالنسبة للتحرك البنكزي الاوروبي في اكتوبر حول خفض الفائد لاحظ عديك سنة كان الصورة مختلفة جدا مخاوف التضخم في الولايات المتحدة ومخاوف انه ما يكون في عنا نمو قوي في منطقة اليوروزون هاي دي البيانات عم تدعم على اليورو بشانك عمشوف اليورو عند مستويات نوعا ما قياسية بالوات اللي الدولار كمان في مستويات متدنية ولكن عمشوف من الناحية الفنية اليورو صح مدعوم بها البيانات اللي عم تفرجينا قوة في التضخم تماسك في التضخم في اليوروزون ولكن كمان من ناحية الفنية في عنا يعني ذروة شراء على اليورو ذروة بيع على الدولار فكمان قد يكون هالترند شوي بده ياخد نفس بده يعمل بريك قد يرتد قبل ما نرجع نشوف استمراريته توقعات انه كنا عم نشوف تقليص فائدة من الاسي بي ممكن ولكن في حال استمرت هالموجة التضخم قد لا نرى قد يكون يمكن 25 نقطة أساس رح تتوجه لديسمبر ومش بأكتوبر نعم فرح رقم الخطط التحفيزية التي طوالة على بدل فترة الماضية ونحن نتابعها بالنسبة لتحركات الصين لدعم الاقتصاد بشكل سريع يعني تابعنا بالنسبة لتحركات هنا قطاعات كانت أداة سيئ ولكن في قطاعات أيضا أداة إيجابية مثل ما تابعنا بيانة التسجيع اليوم سح بتعرف مش هنيك أننا عم نسمع كثير مخاوف من كل السوق من الصين ولكن الصين كثير ديفرسيفايد فيه كثير قصص لازم نلقي نظر عليها أظن كل الأمور التي قامت فيها الحكومة التي تحفيزها على الاقتصاد كانت كثير لمتد لأنه كان في عنا الفيدرالي اللي عم يستمر بسياسة متشددة وما كان عندهم لقدراءة يضعفه اليوان مع قوة الدولار مع هالمفاجأة بخمسين نقطة أساس أظن هلأ رح نكون عم نشوف العديد من المساعدات من الحكومة في أسطين وعنا كمان مثل ما عم تقول الشركات اللي مكانت مالك للحكومة كانت جيدة وقتعاد مثل التكنوليات الصورة واضحة فرح كان بدي أطوله لك ولكن إن شاء الله جايات عموما فرح مراد محلد أولى الأسواق المالية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك